ولمزيد من التعليق ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ أحمد حسن الشرقوي المتحدث باسم المجلس الثوري المصري أهلا بك أستاذ أحمد كونك صحفي جريدة كريستيان ساينس مونيتور كتبت مقلا تحليليا عن موقف الولايات المتحدة من ثورات الربيع العربي وقالت أن الثورات فشلت في كل دول الربيع العربي قد يكون تونس فقط على الأقل هي من اقتربت ربما من الوصول إلى الديمقراطية في ظل هذا الوقت وفشل الربيع العربي في مصر كما تحدثت الجريدة هناك تعزيز قول العلاقات المصرية مع أمريكا هذا ما تحدثت عنه الجريدة نعم إذا كنت تحاول تربط كتبت كريستيان ساينس مونيتور بمفاده يعني خلاصته أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت مرة أخرى للتعامل مع الحكام المستبدين في الشرق الأوسط بعد أن فشلت تجربة الربيع العربي في عدة دول ومن بينها مصر والتطورات الأخيرة هذه بشأن الاتصال الهاتفي بين أوباما والسيسي وعودة السفير وقابليها بيوم المساعدات الأمريكية القانون الذي صدر موافقة الكونجرس بصدور قانون المساعدات الأمريكية تضمن ملاحظة أنه يخول لوزير الخارجية جون كيري منح المساعدات دون الرجوع إلى الكونجرس وكان معروف أنه يرجع للكونجرس الأول في لجنة الأمن القومي ويدلي بشهادة ويقول أنه النظام في مصر يتجه نحو الديمقراطية فحصل أنه نوع من المنورة من جانب النظام السياسي خلال الفترة الأخيرة النظام الانقلابي في مصر عندما أعلن عن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل مارس وقبل المؤتمر الاقتصادي على لسان السيسي من هنا أعتقد أنه كانت دي نقطة الخلافة الرئيسية للمزيد من التقارب ما بين الإدارة الأمريكية الحالية إدارة أوباما ونظام عبدالفتاح السيسي بس أنا أعيز وأكد في هذا الصدد أنه لا يجب أن ناخد الأمور بظاهرها ليه؟ لأن إشارات السياسة الأمريكية تبدو دائما متناقدة لمن ليس على دراية بأليات عمل المؤسسات الأمريكية يعني هناك عودة للسفير إلى القاهرة للقيام بمهامه وهناك اتصال بين أوباما والسيسي يؤكد على تهزيز العلاقات ولكن في ذات الوقت أيضا يتحدث أوباما عن تخوف الولايات المتحدة من انتهاكات ضد حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء في مصر كيف هذا التنقض؟ التنقض يعني شوف إحنا لما أتلع بيان الأول من رئيسة الجمهورية في مصر البيان يعني يصور الأمور الوردية ولكن على الجانب الآخر البيان اللي صدر عن البيت الأبيض ما بيقولش خالص زي البيان لترئيسة الجمهورية في مصر بيقول أن أوباما يتكلم معاه عن المحاكمات الجماعية والأحكام التي تصدر بصفة جماعية على ناس بالأعدام المئات بالأعدام وتكلم عن محاصرة النشطاء وتعامل مع الصحفيين وحبس الصحفيين وغيرها يتكلم عن قضايا حقوق الإنسان مع عبدالفتاح السيسي هذا أمر طبيعي جدا إنما في ذات الوقت زي ما بيقولك أنه فكرة أنه يتم إجراء انتخابات برلمانية في مصر يبدو أنها كانت العقبة الكأود في سبيل المزيد من التقارب هذه الإشارات المتنقدة من جانب الإدارة الأمريكية بالنسبة للوضع في مصر لا تجعل المراقب السياسي يقول أن هناك سمت يعني مزيد من تدعيم من العلاقات بشكل أقوى ما بين الإدارة الأمريكية وما بين نظام عبدالفتاح السيسي هناك ملاحظات للإدارة الأمريكية بتقولها لكن الإدارة الأمريكية تخوت حربا ضد الإرهاب في المنطقة وهي ترى وتعتبر أن النظام القائم بتعامل معاه بأسلوب بيسموه الحكم الأمر الواقع هناك سلطة في مصر وإن كان للإدارة الأمريكية تحفظ عليها القضية المهمة الأهم من دراسة ده أن الأوضاع تتغير دائما على الأرض يعني نظام الشيح في إيران كانت تدعمه لولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوي جدا ولمدة طويلة ولكن عندما صار عليه الشعب تركته وكذلك نظام مبارك هل نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بالفعل أن هناك انتهاكات بحقوق الصحفيين والنشاطاء وأيضا المواطنين المعارضين للنظام الحاكم في مصر هي ترى بالفعل هذه الانتهاكات ولكنها تتغاضى عن كل هذا في سبيل محاربة ما يسمى بالإرهاب في المنطقة بدعم عبد الفتاح السيسي وأيضا الموافق على طائرات لاباتشي وما شبه ذلك من مساعدات عسكرية لأن الحرب على الإرهاب أولوية في السياسة الأمريكية وإذا تكلمنا عن قضايا حقوق الإنسان والقضايا الأخرى هي عن الواشلون لها علاقات مع الصين مثلا فعلاقتها التجارية مع الصين لها أولوية عن علاقتها بقضايا حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في الصين وهكذا مع الدول الخريمة مع روسيا مثلا وغيره هناك أولويات تتباحها فالأولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية هي الحرب على الإرهاب نظام عبدالفتاح السيسي قدم الكثير لهذه الأمر وعلى الأقل هناك اعتراف أخير في زيارة وزير خارجية سلطة الإنقلاب للعراق وهتحدث عن أنه هناك دعم يتم تقديمه لحكومة بغداد لمواجهة تنظيم الدولة داعش وهذا طبعا أكيد مطلب أمريكي هناك مطالب أمريكية أخرى يتعين على نظام السيسيا الوفاء به لكن علينا أن نستعد للقادم القادم الجمهوريون قادمون في تقديري جيب بوش الأخ الأصغر جورج بوش سيترشع عن الحزب الجمهوري وغالبا سينافس إلار كلينتون عن الحزب الديمقراطي الفترة المتبقية من رئاسة كلينتون يجب أن نعمل فيها سوار وكمجلس ثوري أكثر أننا نتوقع إذن تغيرات أيضا ربما قد تحدث أو تطرؤ على السياسات الأمريكية شكرا لك الأستاذ أحمد حسن الشرقوي المتحدث باسم المجلس الثوري المصري شكرا لك